السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم بالكورة عن اصولها مع احمد امين حلقة النهاردة عنوانها خربيش مباراة فيوتشر و الزمالك مباراة الامس ما بين فيوتشر او اش عارف مودرن فيوتشر والزمالك في اطار كوارتر فاينال او ربع نهاية او دور التمانية الكنفدرالية بطولة الكنفدرالية الفريقية مباراة الزهاب مباراة فيوتشر المباراة طبعا انتهت واحد اتنين واحد فيوتشر اتنين الزمالك او فوز الزمالك بهدفين لهدف زهابا سريعا نروح لخربيشنا النهاردة الخربوش الاول احمد سيد مصطفى زيزو احمد زيزو بيع احمد زيزو جريمة مكتملة الارقان يعاقب عليها القانون الخربوش التاني احمد زيزو ايضا لو الخيار بيع فريق الزمالك بكامل اسكواده بقيمته بالكامل اساسي باحتياطيه والابقاء على احمد زيزو خيار اختار الابقاء على احمد زيزو وابني عليه فريق الخربوش التالت احمد زيزو وافق على احترافه في حالة واحدة فقط لغير عرض احتراف اوروبي من احد اندية الممتاز في الدوليات الاوروبية الخمسة الكبرى وبعرض مالي محترم ضخم يليق بالزمالك وباحمد زيزو الخربوش الرابع البرتغالي جوزيك جومز مدير فني نادي الزمالك هو ليس بكوتش مش كوتش مدرب عادي تسيير اعمال لا تنتظر منه الكثير على ضمانتي الخربوش الخامس دفاع حراسة المرمى ودفاع الزمالك فيها مشكلة كبيرة ومش عارفين يحلوها تمام وليه حلقة خاصة عن جومز بسبب الموضوع ده ان شاء الله الخربوش السادس والاخير الصعود لسيمي فاينال او نصف النهائي ليس منتهي وليس نتيجة الموضوع مش محسوم ومباراة العودة فيها كلام كتير ويجب تحذير لاعبي الزمالك من الغرور والثقة والتعالي واخذ الأمور بمنتهى الجدية اللهم قد بلغت اللهم فاشهد يارب تكون الحلقة عجبتكم اللي تجيبوا الحلقة فضلا وليس أمرا لايك وشير اللي مش مشترك في القناة فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وبقى على جرس التنبيهات ليصلك كل جديد وفي النهاية السلام ختام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة اشترك في القناة